إفندي مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا لكم شكرا لكم ومساء الخير للجميع وأنا هنظر إليك الآن أتذكر بكثير من الشجن والنستالجيا أساطير وأسماء تاريخية في كرة القدم الإيطالية أتذكر حتى تيشرت المنتخب الإيطالي وأنت تلعب به مع أسماء كبيرة تاريخية على مدار كرة القدم العالمية على مدار تاريخ كرة القدم العالمية وده السؤال الأول لك إيه هي أفضل فترات حياتك في لعب كرة القدم إيه هي الفترات اللي بتستعدها دايما بذكريات سعيد أقول لكم أنها كلها فترات مزهرة أنها فترات رائعة بالنسبة لي منذ أن كنت شابا مررت بجميع المراحل التي في الحقيقة أفتخر بها الخبرة التي حظيت بها والإنجازات التي قدمتها وكنت سعيدا بها طوال مسيرتي الكروية شاركت فيه أشياء كثيرة شاركت فيه بطولات كثيرة تحافظ على رقم تاريخي حتى هذه اللحظة مع المنتخب الإيطالي كأفضل بديل سجل مع المنتخب الإيطالي على مر التاريخ رقم مهم جدا رقم مش كتير من اللعيبة وتقدر تكسره خاصة لو أنت كنت قاعد على الدكة ونازل وقادر أنك تسجل في كل الأوقات أنها كانت مزهرة رائعة أيضا في التبديل دائما شاركت مع كثير من نجوم كرة القدم الإيطالية والعالمية من أفضل اللاعبين أو من أكثر اللاعبين اللي كنت تستمتع باللعبة بجوار انظر أنا لقد لعبت مع لعبين كثيرين وأظن أن معظمهم من اللاعبين الكبار حاضيت بمرافقة الكثير من اللاعبين من الإيطاليين وغيرهم من المهاجمين والمدفعين لو قلت اسم لاعب فقط ربما يشاهد هذه الحلقة ويقول أنني أهدرت حق باقي اللاعبين لكن نقول أن كل اللاعبين الذين لعبت معهم وأذكر لكم منشيني هذا مفضل بالنسبة لي كان رفيقا لي منذ فترة كبيرة ولازلنا على تواصل واستشارات ونتواصل وأخذ رأيه في أشياء كثيرة لا أتذكر حقيقة من أذكر من أستطيع أن أفتخر به كرفيق لي لكن كما تعلمون أنني كنت في فترة كان بها كبار اللاعبين كنت في فترة ذهبية كما يقال مع باتستوتا على سبيل المثال مع مهاجمين أيضا كثيرين أيضا من إيطاليا وغيرها سمعتك على حسب فهمي ذكرت أيضا روبرتو تقصد روبرتو باديو لعبت مع روبرتو باديو ما بعد كأس العالم 1994 وضربة الجزاء الشهيرة هل في رأيك تأثرت روبرتو باديو أو تأثرت مسيرة روبرتو باديو مع المنتخب الإيطالي ما بعد هذه الضربة الجزائية ولا واصل باديو أداء المبهر بعدها من عن من تتحدث عفواً؟ روبرتو باديو نعم بالنسبة لروبرتو باديو كان رفيقاً لي كان من اللاعبين الكبار لكن بمناسبة ضربة الجزاء أقول لكم أن الجماهير قالت سيغفر الرب للجميع عدى روبرتو باديو لكن أنا أقول أنها مسألة حظ بالفعل كان أيضا اللاعبين غضبون جدا من روبرتو باديو محباً 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 محباً